مهما كانت مهنيتك مهما كانت وظيفتك سواء عالية ولا واطية نظف طاقتك عشان تعرف تركز انت حاوش تعملين لانك لو تعبان من ده ومدائم من ده مش هتعرف تركز لانه حتبص لانه من وقت للتاني سيجيلك فكرة في ذهنك ودي افكار ساعات طاقة لو اممكن هسألك سؤال هل ممكن تكون عادل وحدك ومن غير سبب ودلي نفسك مدائم ولو احد سألك تبدأ ليه تقوله ما عرفش طب انت مدائم ليه تقوله ما عرفش طب لما انت متعرفش مدائم ليه لان اللي بيحصل ان احنا بنخزن جوانا حاجات تدايقنا وبتطلع حسب روابط الطاقة لان انت في المكان ده حصل فيه مشكلة انت مشو خد بالك او جاتلك فكرة على ذهنك تلعد لزكرة قصيرة المدى وروح تطالع ده نفسك مدائم وانت قاعد لكن لو تنظف اللي جواك باستمرار 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 هتلاقي العقل لم يعمل دورة اسمها الدورة الزهنية يلاقي الماضي مرتاح لان الماضي هو قدرتنا هو تجاربنا هو مهاراتنا لو ما تعلمناش حاجة للماضي يبا زي الليتو بفرض ان انا ماشي وروح توقع في حفو حفرة وبعدين روح تقعيم روح توقع فيها تاني بانا ما تعلمتش حاجة انا عارف المكان ده في حفرة اعمل فيها حاجة يا ما تبدأ عنها وافضل انك تسدها عشان ما حدش تاني يوع فيها وده اللي احنا بنعمله انت بتتعلم حاجة علمها للاخرين لما تعلمها الاخرين بتعمل حوليك تشين جميل جدا يدعو لك هلا بيجي نفكر بهذه الط طريقة اتسامح المتكامل طوائده روحانيا عشانك صحيا اكيد شخصيا شخصيتك افضل شخصية متسامحة الناس تحبك تكون حواليك مش معنى كده ان الواحد يبقى متسامح معنى كده ان بيفوت او اهبل لان ربنا ان الله يضيع اجري ما احسن عامل ده عملك عند الله سبحانه وتعالى انت لو عاوز تفكر في شخص فكر فيه بترية ايجابية ادعيله ربنا يهديه مش ادعيله ربنا انا شفت ناس انا كنت في مكة واعنا بنصلي ليه اتواحد اهد اللهم افت بكل الابواب دي يا رب افتحها علي واخرب لي بيت محمد وخميس وشتت بين ولادهم يا رب ويبقى كده ماشي في الشارع ايه الدعاء ده اذا ربنا يهديه ما تدعيلهم بالهداية خليه ربنا يهديه وتاخد فيها السواب ايه التفكير اللي عجيب ده عارف واحد يقول لنا بصحره الفجر مخصوص عشان نادي عليه ده مصحر الفجر مخصوص عشان تدعيله وتكون ساعة اجابة ان شاء الله ربنا يبارك لك اكتر واكتر واكتب سامح الناس دلوقتي مين اول واحد تفت عارف مين انت انت شخصيا حصلك سؤال هلو عمرك سمعت حد ده وانت ممكن قلتها انا عمري ما حسامح نفسي على حصل ده اخين كانوا ماشيين وبعدين الاخ كان عاوز كان عاوز زي عوم راح نازل في بحر كده وهو نازل اخ ما بعرفش عوم غير الاخ كبير خايف لان هو كمان بعرفش عوم خايف يشد اخوه فاخو مات فالاخ كبير قال لعمري ما حسامح نفسي على حصل ده لو انت تعرفت عوم كنت عملت حاجة لو رأيت نفسك ملت كنت حتموت انت كمان هتصرف زي انت عدت تصرخ والناس تيجي لكن هو اجل وكده ملكش زين بفديه وان انت تعرفه عملته عارف ازاي فلما تقول اول حاجة ابدأ بيها ان انا حد ممكن يسامح نفسه تقولك انا سامحت نفسي هي لحية انت بتسامح الماضي انت بتريح الماضي لأ لو ما سامحتش الماضي وما تعلمتش منه حاجة حشيله على كتافي طوله عمري ايه انا هسألك سؤال بفرض ان انت عملت مصيبة كبيرة في الماضي لو رجعت تاني للماضي بتتصرف بنفس الطريقة هتلاقي الاجابة لا يبقى سامح الماضي ل لكن لو رجعت ايدي هتكون افضل فما تزعلش بقى الماضي حصل اللي انت كنت في وقتها ده التصرف اللي انت اتصرفته لكن انت تعبت منه وعارف تقلمت منه وتبكي لله سبحانه وتعالى وبعدين عاوز تزمت نفسك تاني ولو رجعت الماضي مش ممكن تصرف كده عاش كده ابدأ باول حاجة انت كده مع الماضي وسامحتها تاني حد ممكن نسامحه الاب والام فاكرين انا ببدأ بيك الاول وبعدين ببدأ ببابا وماما مهما عملوا مهما عملوا انا عندي ناس يقولوني تعرف تعرف يا دكتور انت معلقش فكرة بابا عمل في ايه في ايه انا صغير ماما عمل في ايه انا صغيرة انا صغيرة بابا كان بيقوللي واحدة دي كان في Enean لما كان عامل تحب وتسامح وبعدين بيقول لي هين تقول لي بابا اول يوم جت فيه وقالولي ان يعني بص Projectеле اللي او تتعرف في من يوم ما جاتي ايه كان يوم اسود يوم مجاتي اول ما جاتي كسرت报 تعبر Podcast انتي كيال من ايه? انتي كيال من جوهنم? وقعد يقولولي كده. وبعد كده سمولي هداية. وكل شو يقولولي هداية في المصائب. هداية في البلاوي. ده. ده اللي انا تربيت فيه. في ايه رأيك يا دكتور? ايه رأي في ايه? ايه رأي في ايه? بابا امام فكر يركزي على حاجة واحدة بس كويسة عنه. كان بيقوم بدري. يعملي كان بيدفعني في اي حتة. كان بيت عباش خاطر يتفعل في مداز طب ما هو? سامح بابا اماما اول باول. سامح اول باول. عارف ازاي? فانت تكبر تبقى انت والزمن عليها حرام عليك. فلازم انت حبها. فلازم انت حبها من قلبك. سامحهم في ايه حاجة. فسامح ايه اتمنى يكون الكلام وصل لقلبك. مش مكلم كده عشان حاجة. عشان يكون وصل لقلبك. عشان تعرف ازاي? حب بابا وماما. سامحهم. خدهم في حضنك يا اخي. فهم ازاي? فريح نفسك. رايح نفسك. دي في تفكر في ده وقافك. حط نفسك في الفعل علشان تنجز. مش مش انت عاوز تنجز. يبقى تنجز ازاي? طول ما انت شهل جواك طاقة سلبية. فمن هنا التسامح الاول بعد نفسك وبعد الماضي لبابا وماما. طب وبعد اخواتي. لازم يسامح اخواتي. لان يا ما هيحصل بينك وان اخواتك. يا ما احتصلك حاجات كثيرة بينك. سامح اخواتك. لان التسامح ده لله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين دي قصة بسيطة جدا. اخين برضو. اختلفوا. الاخ كبير راح ضعرب اخوه الصغير بالقلم. راح الاخ الصغير بيبكي وراح يدع الارض. وراح كاتب على الرمل. اخويا الكبير ضربني بالقلم اليوم. وبعدين كانوا عطشانين جدا ما تشوف الصحرة وتايين. لقوا واحة. فالاخ صغير راح رامي نفسه في الواحة عشان يشرب منها. فما كانش بيعرف يعوم. فكان بيموت. الاخ كبير من غير ما فكر راح رامي نفسه. وانقذ اخوه. فراح الولد قاعد وبصحر صغيرة. على صحرة كبيرة. وبدأ يكتب عليها وينحط. اخويا كبير انقص حياتي النهاردة. فالاخ كبير جاء له وقال له. لما جدت ربطك كتبتها على الرمل. ولما انقصت حياتك كتبتها على الصخر. ايه على الصخر عشان تبقى منحوطة في قلبي. قلبي. منسهاش مدى الحياة.